اشتركوا في القناة ويواجه تعثرة عديدة تحول دون تنفيذه على أرض الواقع وطبقا لما نقل عن الحوثي فإنه لا يرى الموقف الحكومي إلا مجرد سوء فهم لما يسميها الصفقة في إشارة واضحة إلى اتفاق الحديد المتعثر ويؤكد أن جماعته وافقت على سحب قواتها لكن المدينة ستظل تحت السيطرة وكانت المعارك التي خالتها القوات الموالية للحكومة قد توقفت بالقرب من مركز المدينة بتأثير الضغوطات الدولية التي حملت طرفي الصراع إلى السوكهولم لكن محمد علي الحوثي يشدد أن الحكومة الشرعية لم تستطع الحصول على الميناء بالقوة ولن تستوري عليه بالحيل على حد تعبيره هو إذن أوضح موقف حتى الآن من جانب ميليشيا الحوثي والذي يثبت حقيقة الطرف الذي يقف حائلا دون تنفيذ اتفاق الحديد الخاص بالتهديئة والانسحاب الذي يشارف على الفشل لولا المحاولات المستميتة من جانب المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفث لإنقاذ مهمته السياسية في اليمن فقد أعلن غريفث عن إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقا لاتفاق الحديدة عقب ما وصفها بالمناقشات البناءة مع الجانبين غريفث أوضح أنه سيتم تقديم التفاصيل العملياتية إلى الأطراف في لجنة تنسيق الانسحاب للمصادقة عليها قريبا وأنه يتطلع إلى موافقة اللجنة السريعة على هذه الخطة وتغطي هذه التصريحات المتفائلة من جانب غريفث على الوضع المتدهوري في مدينة الحديدة ونقاط التماس بين القوات الحكومية والميليشية في المدينة والتي تسجل استمرارا للخروقات التي أبقت وقف النار هشا وخطيرا بحسب المراقبين ويواجه رئيس فريق المراقبين الدوليين الدنماركي مايكل لوليسغارد مضايقات من الميليشية فقد منعته من القيام بزيارة استطلاعية لميناء رأس عيسى بحسب مصادر في الوفد الحكومي باللجنة المشتركة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر